السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أصدقائي كالعادة ما ننسى أهلنا في لبنان في فلسطين في سوريا في اليمن في العراق في السودان كل مكان الدول بتزيد لكن فرج رب العالمين لازم يكون قريب وأساس الفرج أعتقد أنا أنه يعني أو المحلة اللي إحنا فيها يمكن هاي بتعلمنا نرجع لرب العالمين يكون أقرب دائما فدائما نرجع أخوانا والدعاء يعني حاولوا تدعوا من القلب بأوقات استجابة الدعاء عصر الله يستجيب الله يزيكم الخير أصدقائي حلقة اليوم كم خبر هيك تقني أخبار تقنية شوية بعدين بدأ أكملها زي tips and tricks يمكن يعجب البعض يمكن ما يعجب البعض بس يعني خلينا نجرب إن شاء الله نوجد فيها فائدة وما فيها خسارة بإذنه تعالى بلش بالأخبار شركة شارب تعلن عن هاتفها الجديد اللي هو شارب أكوس آر ناين برو هذا الهاتف عشان تكونوا عارفين حيكون موجه فقط لليابان وبعد فترة رح يروح على بعض الدول الأسيوية على أغلب ما رح يشوفه لكن بنحكي عنه ومنحكي عن التقنية يعني شركة شارب مفروض تخصص بالشاشات لكن بتسوي تلفونات نوعا ما متميزة اللي ما رح يعجبك بس تسمع المواصفات السعر اسمع المواصفات الدزاين بحسسك إنه هو هاتف كاميرا فعليا هيك شكله عليه ثلاث كاميرات كلهم خمسين ميجابيكسل وتم تطويرهم بالتعاون مع شركة لايكا واحدة منهم تليفوتو بخمسة وستين ميلي متر تعمل اثنين فاصل ثمانية اكس زوم عندها او اي اس والحساس تباحها واحد على واحد فاصل ست وخمسين بالمية انش أنا بعتقد انه حساس كبير لكاميرا تليفوتو كاميرا العريضة 13 ميلي متر خمسين ميجابيكسل وبتقلب ماكرو بس تتقرب كثير عما الكاميرا الاساسية كالعادي من شارب حساسة واحد انش 23 ميلي متر اف واحد فاصل ثمانية وفيها او اي اس فيه كمان سيلفي خمسين ميجابيكسل يعني يكسروا اربعة خمسين ميجابيكسل الغريب في الموضوع انه هذا الجهاز جديد لكن المعالج سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث يعني حتى ما اخذوا الثمانية اللي هو الثمانية الجيل الثالث القوي اخذوا الارخص فانا افكرت اوكي اخذوا المعالج الرخيص نوعا ما هو فلاكشب بس رخيص فالسعر بدي يكون رائع خليك للاخر 512 السعة 12 جيجابايت الرام الشاشة qhd plus 6.7 انش وولد لكن عندها معدل تحديد غريب 120 هرتز او 240 هرتز اول مرة بشوف شاشة زي هيك وعندهم عيال ip68 ورح ياخد تحديثات لمدة 5 سنوات والبطارية 5000 ميلا امبير بدون ذكر الشحن السريع الغريف الموضوع السعر 1235 دولار بذكركم انه هسا نزلوا هواتف شاومي اوبو وون بلس عليه معالجات اعلى من هات بكثير والسعر ارخص شو رأيك؟ واخيرا ورسميا شركة ريلمي تطلق ريلمي جي تي سيفن برو في الصين هذا الجهاز عنده مواصفات رهيبة ولكل حكالي مين اشتري هذا الجهاز ولا نشتري وان بلس ولا نشتري فيفو وكله مجداد هذا عنده مويزات عجد خرافية بس اعتقد انه الكاميرات مع انه في حساسات رائعة بس بتحس في بعض العدم الاهتمام المعالج سناب دراجون 8 ايليت اعلى واقوى واحد الشاشة 6.78 مية انش اولد وهي من صناعة سامسونج بيتردد 120 هرتز فيها ميزة انها او الشركة تدعي انه هاي اقل شاشة استهلاك للطاقة في العالم مفيش زيها بهواتف اخرى اما السطوع 6000 نتس مرة عليك زيك سطوع على اغلب لا الكاميرا الاساسية 50 ميجا بيكسل لكن عليها حساس السوني الام اكس 906 وهذا حساس قوي لكنه مش اقوى حساس من سوني هون الفكرة يعني ما عندهم اقوى حساس واعلى حساس حجمه 1 على 1.6 مية انش فيعني مستحيل الريلمي تحط افضل كاميرات وتنافس فيفو وون بلوس و اوبو اللي كلهم تابعين ل اوبو تابعين ل بي كي جي لنفس الشركة يعني مستحيل تحط كاميرا افضل عشان هيك انا بقولكم الكاميرا مش افضل شيء في الريلمي لكن سعره يعني هيكون يعني منافس للجميع فبدك تحط في بالك انه هيكون عندك تضحي بدك تاخذ السعر والمواصفات العالية بس يمكن مش افضل كاميرا وتضحي بافضل كاميرا صح؟ في عنده كاميرا تلفواتو 50 ميجا بيكسل الحساس تبحها الام اكس 882 وعنده OIS اما الكاميرا العريضة فهي 8 ميجا بيكسل عادية جدا جدا ولا حتى تعبدين فيها يمكن هاي النقطة السلبية الهاتف يدعم الابي 68 والابي 69 وهذا بصراحة ممتاز ليش؟ حاطين مود خاص بالكاميرا يقدر يصور تحت المي فعشانك بده الابي 69 تحمل ضغط المي ضغط العالي هل هتصور تحت المي على اغلب احنا مش عارفين نصور فوق المي اعرفش اذا راح نصور تحت المي البطارية الاكبر 6500 ميلي امبير يا اخوان والشحن 120 واط مواصفات خرافية ولما تسمع السعر في الصين 505 دولار هذا اقل سعر شفته لفلاكشيب حاليا عشان هيك هو بيغريك انه تشتريه بس بيضل موضوع الكاميرا شو رأيكم نتنازل عن الكاميرا ونشتريه هسا بدي انتخل للتيبس انتريكس على الهواتف اذا مش حابب ممكن ما تكمل كيف ممكن تعدل واجهة الايفون بسرعة باسرع طريقة ضغط مطولة على الشاشة بعدين اضغط على edit حتلاقي خيارات منها تضيف وجهة حلوة هاي الخيار جربها روح ابحر بها حتشوف شغلات حلوة بعدين حتلاقي خيار customize او customizable هون تتحكم باحجام الايقونات الالوان عدة شغلات فبتغير شكل التليفون بتغير الانارة وفي الخيار الاخير انك تتحكم بالبيج انك تحذفها كاملة عندك كثير بيجز شيل واحدة من هون بسرعة هل كنت تعرف هاي المعلومات البعض سألني كيف ممكن اغلق تطبيق على الايفون حطوا هاي الميزة جديد طبعا وهي ميزة سهلة جدا لكن في برضو ميزات ممكن تعملها وانت في نفس المكان اذا عندك تطبيق على الشاشة على الواجهة اضغط عليه مطولا بطلع لك menu او لائحة اول خيار ممكن تسوي انك تحذف هذا التطبيق في عنا خيار بيخليك تعرض التطبيق باكثر من شكل ممكن تعرضه كوجت او كتطبيق عادي انت بتختار ممكن تعمل شير للتطبيق نفسه مع اصدقائك والاهم من هيك ممكن تحط الفيس ايدي على هذا التطبيق ما رح يفتح الا بالفيس ايدي تبعك وهيك ممنوع اي حدا يفتح اي تطبيق عندك يمكن هاي اهم ميزة اخيرا remove ممكن تحذف برضو مرة ثانية التطبيق هاي ال remove مفروض انها تحذف التطبيق من الجهاز الاولى بتحذف التطبيق من الواجهة في مشكلة كنت انا اواجهها دايما زمان لما اجي اصور بالايفون انا دايما بدي اصور 4K 60 فريم لما ادخل على التصوير بلقي 4K 30 فريم او Full HD 30 فريم بتغير كل مرة حدا بلعب او انا بستخدمه بطريقة مختلفة بتغير بدي اثبت التليفون دايما بس افتح الكاميرا 4K 60 فريم حتقول لي عادي ازا المطلح فوق اختار 4K واختار 60 فريم اوكي بس دك تفعل اوشي اللي ProRes وما الى ذلك يعني فيه اكم خيار انا بقدر اخلي الكاميرا دائما على 4K 60 فريم دائما كيف روح لي عا الاعدادات رحت روح لي عا الكاميرا رحت روح لي عا الريكورد فيديو تصوير فيديو وهو نختار الدقة اللي بدك ايها دائما تظهر اعتقد انه هاي حلو الحركة صح يمكن نسكو بعرفها او 90% او 99% بعرفها انا جديد عرفتها سامحوني معلش يمكن كثير بنواجه هاي المشكلة لما نصور بالايفون لما بتكون تصور وتقرب بيغير عدسة بيصير مثلا ماكرو طب انا بدأ ظن اصور على الوان اكس ما بدي اغيرها بدي بس هاي الوان اكس والماكرو لما انا بدي اختار كيف تعمل هاي الحركة انه تثبت الكاميرا على الاشي اللي بتصور فيها على نفس الكاميرا احكي لك كيف روح على العدادات روح على الكاميرا روح على تصوير الفيديو ريكورد فيديو انزل للأسفل ولاقي اشي اسمه لك كاميرا يعني ثبت الكاميرا وروح اجرب التصوير وشوف ليها بتغير ولا ما بتغير شكرا الكاميرا بالايفون انتوا عارفين الكاميرا الاساسية بذات الوان اكس عندها اكثر من خيار شو قصدي يعني اكثر من خيار عندها اكثر من بعد بؤري 24 مليمتر 28 مليمتر 35 مليمتر كيف تتنقل بينهم اضغط على الوان اكس هيطلعوا الخيارات اضغط 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 بيطلعوا لك هاي الخيارات ممكن ممكن تثبت هاي الكاميرا الأساسية على بعد بؤر يثابت دائما بس تفتح الكاميرا يفتح عليه بعدين بتغير تحب تعرف كيف؟ الحقني روح لعى الاعدادات روح لعى الكاميرا انزلي على إشي اسمه مين كاميرا الكاميرا الرئيسية راح تلاقي هنا خيارات اختار للدفولت مثلا يكون 35 مليمتر وجرب شو رايك؟ شكرا هل تعلم انه الجالكسي اس 24 ألترا ممكن يصور 4K مش 30 فريم ولا 60 فريم 120 فريم في الثانية كنت عرف بالله عليك كنت عرف انا جديد عرفت دائما انا اخر واحد بعرف مش عارف ليش على كل حال بدي أعلم اللي ما بيعرف كيف يسويها لانك لو روحت على الكاميرا حاولت تسويها ما راح يزبط معك بدك تروح على تطبيق الكاميرا روح على مور روح لي على البرو فيديو الفيديو الاحترافي ايوة بالضبط بتروح هناك يا سيد العزيز طلع ليه لفوق هتلاقي خيارات ممكن تخلي الفور كي يصور 120 فريم وهاي اخوان دقة كبيرة ترى لا تستهين فيها ممكن تثبت التليفون وتصور بهاي الدقة وبعدين تعمل اشياء تسرع تبطئ يعني عندك دقة عالية تفاصيل كتير فلا تستهين بهذا الخير هل كنت عرف هذا الخير قل لي شو افضل طريقة لشحن هواتف سامسونج انا كثيرا حكتلكم عن البطارية وكيف نشحنها وافضل طريقة يعني الطريقة المتبعة انك تشحن لثمانين بالمية وتوقف شحن وتخليه لخمستاش بالمية وتوقف شحن بس هذا انت بدك تكون يعني ماسك الجهاز وامتبع طب انا ما بدي اتبع كيف بدي اعمل هاي الطريقة الصحة سامسونج عندهم حل و هذا مش حل واحد عندهم ثلاث خيارات ثلاث حلول و انت اختار الأنسب لك تعال حكي لك عنهم اول شي روح على الاعدادات ثم روح على البطارية وروح على الباتري بروتكشن حماية البطارية ادخل عليها مش بس اتفعلها عندك ثلاث خيارات هم بيشوفوها مناسب الخيار الاول البيسيك البيسيك بتضلك حطه على الشحن وبتنام لما يوصل هو مية بالمية رح يوقف شحن ما رح يشحن ما تخاف اذا نقصت البطارية برجع بشحن الخيار الثاني ادابتف بده يكون هيك متفاعل ومتعاون معك ومتعود على خياراتك بتحطه على الشحن وبتنام فهو عارف لك كيف بتنام رح يشحن بقوة بعدين حيوقف يهد اللعب بعدين قبل ما تصحن النوم بعادتك ممكن يرجع يخليه ايش بايسيك الحال هو يحول بايسيك عشان البطارية ظلم حافظة لحالها واخر خيار يمكن هذا افضل خيار لانه حيطول عمر البطارية رح يخلي الشحن فقط لثمين بالمية ان شاء الله تحطه بشحن اسبوعين حيشحن بس لثمين بالمية فقط شو الخيار الانسب لك اختار اذا بالغلط يوم الايام في ميزة كنت تحبها اللي هي circle to search راحت اختفت ومش عارك كيف ترجحها بديحك لك كيف ترجحها هي باي دفولت موجودة بس تغطحت وتشغل بس ممكن تكون مطفية بالغلط واحطة فالك يا عشان تشغلها اذا كانت طافية بدك تعمل التالي روح لي على الاعدادات بعدين روح لي على شاشة العرض بعدين روح على ايش اسمه navigation bar شريط التنقل انا بحكي عربي انجليزي عشان اللي بحكي لي حول عربي انا بحكي لك بترجم بالعربي فيعني ما فيش عذر صح هناك حتلاقي خيارين تفعل الاسستنت وتفعل circle to search وهيكها بيكون عندك assistant و circle to search جربها circle to search حلوة فكرة رطيفة جدا يعطيكوا الفعافي هذا كان الفيديو اذا عجبكم الفيديو زي هيك ممكن نعمل في المستقبل زي هيك فيديوهات عبر ما بلش ترجع على الاجهزة بلش ترجع على القناة تتنعناش شكرا جزيلا راكم على الخير السلام عليكم